رجال الأعمال والشخصيات الهامة والشخصيات العامة بتنخرط في هذا الدور سواء كانت مصرية أو كانت عربية حقيقة نجتني يعني برقيات واتصالات كثيرة من أبناء قنة بيشكروا الأستاذ الرجل الكويتي المحترم الأستاذ عبدالهاب المرسوق اللي يعني حقيقة رهن كثير من ثروته وأمواله لأعمال الخير في المدارس في المستشفيات في بناء المساجد وآخر حاجة الحقيقة يمكن بيكلموني عنها أبناء قنة هو تبرعه ببناء مستشفى الرمد في قنة هيكلفه مش أقل من 160 مليون جنيه ودي خطوة كويسة ويمكن نشكر أخونا ناجي صديق الدل على الخير كفاعله هذه الأعمال وسواء اللي بتعمل في بلاد الصعيد أو في المناطق الأخرى أمر الحقيقة محل تقدير ومحل احترام كل التحية وكل التقدير لكل من ارتهن نفسه وماله وجهده ووقته وعرقه لهذه المهمة الإنسانية اللي احنا في أشد الحاجة عليها شكرا للاستواز عبدالرهاب المرزوخ ولكل أهل المرزوخ الحقيقة على ما يقومون به في إنشاء مشروعات عديدة خيرية في العديد من محافظات مصر وخاصة الصعيد